بسم الله احنا هسه او احنا بدنا نتابع على اللي اخذناه او اللي خلصناه في الفيديو الماضي الفيديو السابق الفيديو السابق درسنا عن ترانسفورميشن درسنا عن البيريديك سيجنال والنام بيريديك سيجنال عرفنا شي يعني كونتيني واس تايم دومين سيجنال هسه ضروري نعرف السيجنالز الاساسيه في مادتنا وحتى في كل المواد السيجنالز الاساسيه في موادنا اول سيجنال بدنا ندرسها اسمها unit step function شو يعني unit ؟ unit معناها واحدة او واحد يعني قيمة واحد يعني قيمة ايه السيجنال قيمتها واحد فاذا قيمة واحد شو يعني step زي قفزة زي خطوه شو رسمة هاي السيجنال اظن معظمك وشافة بالمادة circuit السيجنال تيجي زي هيك قيمتها واحد بعد الصفر هاي تي هاي الصفر هون بعد الصفر قيمتها واحد وقبل الصفر قيمتها صفر بين الصفر والواحد يعني عرفوا مش بين الصفر والواحد عند الصفر عند الصفر يعني U of T هي U of T قيمتها صفر لما T أقل من صفر قيمتها واحد لما T أكبر من صفر طيب لما T تساوي صفر قيمتها U of T قيمتها قيمتها غير معرفة هي قيمة موجودة ما فما يعني بالرياضيات بيقول لك أنهم ما إلهها قيمة لكن حتى في علماء الرياضيات حتى عالماء الرياضيات حتى علماء الرياضيات بيختلفوا بين بعضهم على مصطلحات فيزيائية معينة فـ يعني في ناس بيقول لك هاي قيمتها indefinite غير معرفة أو قيمتها نص أو قيمتها نص إحنا في مادتنا هاي ما حنحتاج أصلا نتعامل مع UF0 إحنا في هاي المادة ما منتعامل بالمرة مع UF0 لكن لو تعاملنا عوض النص لو تعاملنا عوض النص فهاي هي الـ unit step function الـ unit step function فريد من نوعه فانكشن كثير فريد من نوعه قيمته واحد بعد الصفر قيمته صفر قبل الصفر بس يعني هذا الـ function يعني هذا إشي جديد علينا يمكن أول مرة بيمروق علينا عند بعض الناس والناس اللي أخذوا circuit أكيد مرت عليهم فكرة الـ unit step function طيب يعني شو بفيدنا هذا يعني ليش أعرف signal بدون أعرف فائدتها إلها فائد إلها فائد وحنعرفها ورح يعني حتزهقوها قد ما حنستخدمها لكن قبل ما نزهقها خلينا نحط خصائص معين للـ unit step function الـ unit لو بد أربعها أنا عندي إلها فترةين إلي عندها فترةين فترة الصفر فترة الواحد فترة الصفر وفترة الواحد طيب بد أربع سيجنال شو بد أسوي؟ بربع كل فترة شو تربية الصفر؟ صفر شو تربية الواحد؟ واحد لاحظوا إنه إيش إنه ضلت زي ما هي رح تساوي برضو uf t قوة k يعني صفر قوة أي شي بعطيني صفر وواحد قوة أي شي بعطيني واحد فمعناته الـ u لو شو ما ربعتها بتضلها u لو شو ما عطيتها s بتضلها u بتضلها u بتضلها u بتضلها u خصيه ثاني من خصائص الـ u أو الـ unit step إحنا ما خلص ما نحب نسميها u of t u of t خصيه ثاني من الـ unit step اللي هي إيش اللي هي الـ time transformation اللي هي تاعها k مثلا تي ناقص تي نوت يعني هو مش إشي صعب أبدا بس إنه إيش؟ يعني إحنا نقدر نعمله بناء على الإشي اللي درسنا سابقا الـ time transformation لكن تسهينا للحل خلص نفهم أو نفهم كيف إيجت القاعد اللي هسي حكتبها بيقول لك u of t t ناقص t not على كيف حلو حلو خليني نفهم شو إحنا لما تكون إن هاي الحالة لما تكون عنا إنه فيها time transformation scale و shift بنفس الوقت شو كنا نحكي؟ كن نيجي نقول والله يا سيدي أول إشي بتبلش بالـ shift بعدين بتعمل صح؟ صح إحنا هيك دائما نبلش نبلش بالـ shift بعدين نعمل scale نبلش بالـ shift بعدين نعمل بعدين نعمل scale فأنا بلش بالـ shift قديش شفتناها؟ شفتناها بمقدار خيني نشوف كيف؟ هاي بدي أرسوم لكم إياها شفتناها بمقدار قديش؟ بمقدار تي نوت تمام؟ تمام هسا بدي أعملها scale بمقدار K لما أضرب في K معناته المقدار بدي يقل بدي ينقسم على إيش؟ بدي ينقسم على K صح؟ لأن ضربت برقم بدي هتصغر بنسبة هذا الرقم شوفوا شوفوا جمال اليونتستب ما فيش عندها غير نقطة تحول واحدة ما في غير هاي النقطة عند التينوت يعني هاد رح يضل زي ما هو هاد رح يضل زي ما هو شو اللي بدي يختلف فقط تينوت أنا ضربت في K فمعناته بدي تتقلص بنسبة K فرح تصير تينوت على K فزي كإني زي كإني شفتتها بمقدار T ناقص تينوت على K تمام؟ يعني هاي بتكافئ هاي هاي بتكافئ هاي لطيف لطيف هسا اليونتستب اليونتستب بدنا نفهم فيها إشي شو المعنى الفيزيائي لليونتستب المعنى الفيزيائي يا أخوان لليونتستب معناها بمعنى المفتاح بمعنى الكبسة بمعنى التشغيل بمعنى إنه هسا الإشي بلش يعني لو أنا كن ضارب فانكشن هسا لو أنت تضرب أي فانكشن أي فانكشن تضرب بفانكشن ثاني شو بدك تسوي؟ بتصير فترة فترة تضرب تضرب القيم يعني تضرب القيم ببعض صح؟ إن شاء الله تكون هاي النقطة واضح يعني أنا بضرب فانكشن بفانكشن فبحوف عندتي سالي هاصل ضربهم قديش كل هاصل ضربهم قديش تلموجب تουμε أكثر من عشرة أكثر من خمسة قدش هاصل ضربهم حلو؟ طيب لو إش بدي أضربه hut لو إش بدي أضربه hut هي الي hut hut راح أضرب السوالب منه بصفر و راح اضرب القيم الموجب منه بقديش بواحد راح ضرب القيم السالبي منه بصفر والقيم الموجبة بواحد لما أضرب أي شيء بواحد شو بيصير بيضل نفسه لما أضرب أي شيء بصفر شو بدي يصير بدي يختفي لما أضرب أي شيء بصفر بدي يختفي فمعناته اليو بتحدد لفترة اليو بتحدد لفترة خلينا نشوف كيف تحدد لفترة أنا عندي على سبيل المثال عندي اقصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هيا قيمتها مش واحد. هوا مش غير معرفة. وهون صفر. يلا نبلش عملية الضرب. اه اهم اوال اشي. هاذ المقدار قداش دي اضربه. تضرب بالصفر. تضرب بالصفر كل هها الفترة كل هها الفترة كل هها الفترة قعب تضرب بالصفر الموجود تحت. فرا هيعطيني الاوترونة قداش؟ صفر 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 بعدين هذا المقدار قدشت أضربه بواحد أضربه بواحد أضربه بواحد يعني حيضلوا نفسه حيضلوا نفسه حيضلوا هون وتضلها إكسبونانشة العادية شو اللي صار؟ اختفت هاي بس اختفت هاي هاي الفترة اختفت بس ضربت باليو عمل لي فترة يعني لو إني أنا حكيت على سبيل المثال لو إني حكيت الفونكشن الفونكشن F T مثلا إيش بيساوي بيساوي صفر لما T أقل من صفر وبساوي إكسبونانشة ناقص 2T لما T أكبر من صفر مش هو هاد نفسه هاد شو اللي عمل لي هاي يعني شو اللي خلى لي الفونكشن يجي بهاي الصورة الـ U of T يعني الـ U of T عملت لي فترة حددت لي فترة الفونكشن فقط أكبر من صفر فقط أكبر من صفر خلينا نشوف أمثل ثاني كيف تحدد لي فترة طيب ممكن أجي أقول لك الكوساين على سبيل المثال لو أنا بدي أخلي الكوساين فقط في القيم الموجبة لو أندي أخلي الكوساين فقط في القيم الموجبة شو بدي أسوي بضرب U of T ضرب كوساين كوساين T بتصير رسمة كيف كوساين أصلا 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 رسمة الكوساين كيف هيك رسمة الكوساين رسمة الكوساين تيجي زي هيك لانه انا قاعد بستخدم اليو ضربت بيو اليو رح تشطب كل اشي سالب هذا كله بنشطب كله بنشطب كله بنشطب رح تصير بداله صفر وراح يطلع لي ويعملي الكوساين الموجب فقط فالفنكشن الجديد هو عبارة عن إيش كوساين موجب فقط أو كوساين أفواً في الطرف الموجب من الرسمة والباقي كله صفر هذا كله مش موجود هذا كله مش موجود طب واحد ذكي بيقول لي أنا بديش أبلش من الصفر بدي أبلش من الخمسة قلت له عادي اضرب في يو وفتي ناقص خمسة يعني على سبيل المثال أنا بدي خلينا أعطي فانكشن 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 تمام عندي فانكشن عندي فانكشن قيمته 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 طب واحدة قيمته تقيمته تطلع بهاي الطريقة تطلع بهاي الطريقة عند الخمسة انا راح اخذ القيم اللي عند الخمسة هو ما بعد فقط فرح تصفر يعني كيف رسمة طب كيف رسمة اليو اف تي الي هي يو اف تي ناقص خمسة يو اف تي ناقص خمسة كيف رسمتها راح تكون زي هيك صح لانه قيمة الاكسبون انشاء قوة ثلاثة تي عند الخمسة تنفل هاي هذه قوة خمسةاش وهاي قديش قايمة واحد المهم فاكيد اقل المهم بدي اضرب بده اضرب الإكسبونانشل اضعảiيع偵يع صار عندي الإكسبونانشل يكمل عادي لهس الإشي لطيف أتمنى أنه يكون واضح لأنه هذا الحك الكثير كثير مهم بالمادة حتى نبذل جهود في مادة السكند عشان نعيد شرحه للناس اللي ما كانوا متابعين بمادة الفيرست خليني أحط لكم سؤال أو أحط لكم فانكشن وأشوف إذا نم نقدر نوجد شو هو نقدر نوجد شو رسمته الفانكشن اللي بدأ حطه هو إيش يوف تي ناقص واحد ناقص يوف تي ناقص اثنين ناقص اثنين خلين نرسم إحنا شو ورانا غير الرسم خلين نرسم أول إشي يوف تي ناقص واحد هاي كيف رسمتها رسمتها صفر 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 بس مشفتة الرسمة مشفتة من عند تي كانت تبليش عند الصفر صفر عند هاي So ناقص خليني نرسمها أعلى شوي بس عشان إيش عشان عشان نعرف شو اللي قاعدين منسويه نضربه وهي أقل من هاتف هسا شو قاعدين منعمل إحنا شو العملية الموجودة هون العملية الموجودة هون عملية طرح عملية طرح فأنا هسا شو لازم أسوي لازم أطرح طيب بالضرب لما كنا نضرب لما كنا نضرب شو كنا نيجي نقول لك نيجي نقول لك اضرب كل قيمة بالقيمة اللي بتقابلها صح شو الطرح بدي يفرق ولاي شي أنا قاعد بطرح كل قيمة من نفس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رح يضلوا واحد فبالفترة بين الواحد والاثنين بالفترة بين الواحد والاثنين هذا صار قيمته واحد وهذا صار قيمته أو لساته قيمته صفر الفترة بين الواحد والاثنين فواحد ناقص صفر حيعطيني واحد كان صفر صفر لأنه حاصل طرح صفرين صار واحد ناقص صفر فطلع الجواب واحد عند الاثنين أو بعد الاثنين هاي برضو صارت قيمتها واحد فلما صارتها قيمتها واحد صارت واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد قديش تنزل تصير صفر شو هذا الفنكشن اللي عندي هذا فترة زي الفترة اللي قبل بس أنا كنت شو أحكي كنا نحكي U of T U of T بتعمل لي فترة T أكبر من صفر صح هاي الفترة هون شو الفترة يشكلت لي ياها أيوة U of T ناقص واحد ناقص U of T ناقص اثنين شكلت لي فترة T أكبر من واحد وأقل من اثنين يعني لو ضربت هذا المقدار لو ضربت هذا المقدار بأي فنكشن شو رح يصير الفنكشن رح ينقص كل قيمه الأقل من واحد رح تنضرب صفر كل قيمه الأكبر من الثنين رح تنضرب بصفر ورح يضل القيم الموجودة بين الواحد والاثنين رح يضل القيم الموجودة بين الواحد والاثنين طيب خلين نشوف طبعا طبعا هذا الإشي هسا لازم يكون واضح لكم لو أنه U of T ناقص واحد ناقص U of T ناقص خمسة فمعناته هاي بدي تكون خمسة فمعناته الفترة رح تكون من واحد لخمسة مش من واحد لاثنين لو هاي U of T زائد واحد فرح تكون الفترة من سالب واحد لاثنين تمام فعلى سبيل المثال أنا هون شو ضربة U of 3T صح؟ ضربة U of 3T خلين نضربها مرة ثانية يا سلام U أو أو E عفون E قوة 3T E to the power of 3T مضروبة في إيش؟ U of T ناقص U of T ناقص ثلاث شو هذا بيسوي؟ بيعمل فترة من وين لوين؟ هاي الفترة من الصفر للثلاث فرح تصير الرسمة 00000 من الصفر قيمة الإكسبونانشال واحد للثلاث تسكر الإكسبونانشال وكمل يعني أتمنى أنه هاي أو هذا التفسير واضح لفكرة الـ U الـ U بتعمل لتعبير رياضي للفترة يعني بدون الـ U بتصير الفترات عبارة عن منطق يعني أنا أقول لك والله T من واحد لاثنين طبي يا أخي أنا بدي أدخل الإشي بالحسابات دخل الفترة تعيتي بالحسابات بلك الفترة زادت بلك الفترة قلت فقل لك بنستخدم الـ U قل لك نستخدم إيش؟ نستخدم الـ U نستخدم الـ U طبعا خيني نثبتها مش عارف يعني أتوقع أنه الكل فاهمها بس يعني التأكد هاي الإي قوة 3T ضربتها في U of T ناقص U of T U أعفوا هيك هيك مقدارة هيك مقدارة الى هو من الواحد من الصفر للثلاث قيمتها واحد تمام فا samb فا بس خلونا We 1975 خلوني نستوعبي بشغله عملية الطرح بين الـ U أعطتني فترة عملية الطرح بين الـ U أعطتني أعطتني فترة طيب عملية الضربة برأيكو شو رح تعطينا رح تعطينا فترة عمليت الضربة رح تعطينا فترة بس هل من المنطق هل من المنطق أضرب U of T مع U of T متشابهة معها بس إنها والله مشفتة لا مش منطق يعني يعني لو أنا عندي هون U of T مثلا U of T ناقص واحد أضربها مع U of T ناقص ثلاث تعال نرسمهم خلينا نرسمهم نعرف شو قاعدين منسوي هل U of T ناقص واحد تبلش من عند الواحد هل U of T ناقص ثلاث هي أقل شوي عشان أعرفها تبلش عند الثلاث تمام تمام بدي أضربهم بعض بضرب صفر 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 رح تضلها صفر رح تفاجة أنه أنا هون برضو بضرب صفر واحد رح تضلها صفر رح تضلها صفر رح تضلها صفر رح يصير الأوتبوت أو الناتج هو إيش هو بس هاي هو بس U of T ناقص ثلاث في داعي أضربها معناته ما في داعي طيب كيف بدأ أستفيد من عملية الضرب كيف بدأ أستفيد من عملية الضرب عشان أعمل عشان شو أعمل عشان أعمل فترة قل لك بعكسها قل لك شو قل لك بعكسها بعكس ال U of T فأنا لو بدأ أضرب بضربش U of T مع U of T متشابهين بضرب لا U of T مع U of T مع كوسين يعني U of T زائد واحد على سبيل النفال مضربة في U of سالب T زائد ثلاث تمام U of T سالب واحد هاي زائد واحد يفترض ما حدا ما يعرف يرسمها هي نفس U of T بس بدأ ما تبلش من صفر وين بتبلش من سالب واحد تمام هاي سالب واحد طيب U of T زائد ثلاث طيب طيب خلينا نفكر فيها مضبوط ال U ال U كيف لوين اتجاه ال U دائماً لليمين اتجاه ال U لليمين يعني قيمتها واحد بالقيم اليمين تمام لما أعملها سالب رح تصير قيمها الواحد بالعكس باتجاه الشمال أيها الكائنا كيف مجبسة ما نكهي تصير بعد كيف عمل مكن من صحان كيف هذال عن نفس الاتجاه الجوي؟ تلونا قبل شوي حكينا حكينا إنه إنه كي حكينا هون كلين اكتب هون حكينا إنه إنه انه U of K T ناقص T نوت يش بده تساوي بده تساوي Uof T ناقص T نوت على كي . صح؟ حكيناها هاي فأفرض الكي هي السالب واحد فبده تساوي هاي هذا المقدار بده يساوي بيده يساوي اللي يساوي U of T ناقص ثلاث حلو؟ مكانه تمام؟ كمكانه لكنه معكوس لكنه معكوس يعني هذا عرفنا انه بيبلش من عند الثلاث ليش؟ انه في اندي ناقص ثلاث لكنه معكوس خلينا أفسرها هسا بالطريقة اللي احنا أخذناها وين؟ بالطريقة اللي أخذناها بالشابتر الماضي U of ناقص T زائل ثلاث U of ناقص T زائل ثلاث أول إشي منبلش بإيش خلينا أرسمنا هون أول إشي منبلش بإيش؟ منبلش بالشفت ف الزائل الثلاث رح تصير هون سالب ثلاث حلو؟ حلو هسا بدي أعمل عملية السالب T شو رح يصير بالمعادلة رح تنقلب كل تحويلها محور Y رح تصير زي هيك رح تصير عند الثلاث هذا هو الفرق هذا هو الفرق فرح تصير رح تصير ال U رح تصير ال U هك تمام تمام إحنا أعملنا كل هالعملية عشان لما أضربهم بعض يعطوني فترة فحاليا لما أضربهم بعض هاي المنطقة واحد ضرب صفر هاي المنطقة واحد ضرب صفر لكن هذول أو هاي المنطقة بين السالب واحد والثلاث عبارة عن حاصل ضرب واحد بواحد يعني رح تصير فترة هل تصير فترة عندي فأنا لما أضرب أي شيء بفنكشن اليو اللي مشكل لفترة ولا إشيء بشكل الفترة وخلص يعني بشكل الفترة وخلص يعني خلينا هذا المثال الأخير اللي حملوا على هالموضوع لو بدأضرب ساين ساين التي في إيش في اه في يو اف تي ناقص ثنين باي أو زائد ثنين باي ناقص يو اف تي ناقص ثنين باي حلو حلو شو اللي رح يصير هون رح يصير عملية شاي خليها خليها صفر خليها صفر ولا لا خليها ثنين باي شو اللي رح يصير هون رح أضرب الساين هاي الساين رح أضرب الساين في إيش في هاي الفترة يعني هاي بتشكل الفترة هاي الفترة من وين لوين هاي الفترة عملية التطرح من وين لوين، من السالة بثنين باي لثنين باي، وراح تكون من هون لهون، تمام؟ كل اللي بعدها صفر، وكل اللي قبلها صفر، يعني هاي كلها بتختفي، بتختفي، هاي كلها بتختفي، 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 فهاي فكرة هاي فكرة إيش، فكرة اليو، طبعا ممكن أشكل الفتح طبعا عشان أكد على الموضوع، هيك بيجي، الساين هي الساين، واليو هيك بتيجي رسمتها، فانو ما نيجي نضربهم، راح يضرب صفار بكل مكان، معدها المنطقة، راح تضرب بواحد، طب ممكن أشكل الفترة عن طريق أنه بدل ما يو ناقص يو، يو ضرب يو؟ آه ممكن، ما احنا هاي شكلناها، طب اعفوا هون شكلناها، كيف تطبدا عملها؟ هاي بدها تبلش من الناقص ثنين باي، فهي بدها تصير يو اف تي زائد ثنين باي، ممتاز، ممتاز زي هاي، هاي نفسها هاي، بس هون شو بتك تحط؟ ناقص تي زائد ثنين باي، لما تعمل زائد ثنين باي، بدها تروح لعند ناقص ثنين باي، لما تعمل ناقص ثنين باي، ناقص تي بدها تشقلب، فبدها تبلش من الثنين باي، وتروح باتجاهي، تروح باتجاه الشمال، تروح زي هيك، يعني راح تيجي زي هيك، من الثنين باي، تمشي زي هيك، وهاي من السالب ثنين باي تمشي زي هيك، حاصر ضربهم راح يعطيني المساحة الموجودة هون، المساحة الموجودة هون، حس انا بعد ما خلصت الشرح الوافر يعني ما رح اخذ وقت طويل وانا قاعد بحل ايش بحل الامثل اللي انا كنت احطلكم اياها سكتش U of T U of T-3 ده اضرب U of T في U of T-3 ده اضربهم بعض بس ايش لازم ارسمهم فانا على طول بقول لكم هي عبارة عن فترة من الصفر للثلاث يفترض ان هذا الاشي صار واضح بالامثل اللي قبل U of T لا 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 ويت 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 بس لاحظوا انه هاي ايش T-3 تمام يعني يعني هاي U of T وهاي U of T-3 هاي مش مسلب يعني هاي مش سالب T فراح تصفي الجواب بس 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 هاي بس U of T-3 يعني هذا المثال انا ترى حاطه بالغلط يعني انا كان قصدي سالب طيب U of T زائد 2 ناقص U of T ناقص 5 كيف هاي رح تكون؟ الظبان واضح انه الفترة رح تكون من سالب 2 للخمسة رح تكون في فترة من السالب 2 فترة من السالب 2 للخمسة طب خليني نعيد المثال اللي هون بس بطريقة أصبط U of T ضرب U of T زائد 3 ضرب U of T زائد 3 عشان حل نفس السؤال رح يعطيني U of T بتبلش من الصفر U of T زائد 3 بتبلش من الثلاث بتبلش من الثلاث لكنها بتروح بجهة العكس الإنف أحنا اثبتنا هالحكي بتقدر تثبته عن طريق الـ T term transformation ضرب هاي المسافة أو هاي المنطقة كلها بدكون صفر هاي المنطقة كلها بدكون صفر هاي المنطقة كلها بدكون صفر رح تشكل عندي الفترة هاي فقط فقط الفترة هاي هاي الفترة بس اضربها بأي فنكشن سوف يجعل الوصف و يستخلص من الوصف فقط الوقت دعنا نقوم بعمل سكتش أظن أنه ليس صعب أبداً سوف نرسم 10 . في هذه الفترة سوف أرسم الوصف سوف أرسم طول الوصف النهائي سوف يكون من 10 قيمته 10 هنا 0 إلينا إنّا عوض 0 بيطلع إيش عندما عوض 0 شو بيطلع هذا؟ بيطلع بيطلع قيمته 10 عندما عوض 5 بيطلع قيمته 10 في إيقوة سالب 1 ما فيش أهمية بس إيش المهم أنا عندي هنا؟ مهم الفترة الفترة من U of T U of T ناقص خمسة فمعناها الفترة من الصفر للخمسة من الصفر للخمسة وهكذا ترسم الرسمية طبعاً ليش أنا عمل الإكسبونيشال هيك نازل؟ لأنه سالب لو كان موجب بيكون الإكسبونيشال زي هيك ببلش مع عند الواحد بيطلع زي هيك لكن إحنا إيش قاعدين نتعامل مع الماينس إكسبونيشال ماينس بوينت أو بوينت تو تي آخر مثال لاحظوا أنه هذا مثال من الأمثل اللي من الأمثل اللي تو نحليت زيها أصلاً T ناقص خمسة ناقص T زائد سبعة فواضح أنه الفترة من الخمسة للسبعة لأنه هاي جاي من السبعة وجاي باتجاه السالب يعني هاي هيك جاي سبعة وهاي هيك جاي خمسة فراح تكون الفترة هتكون فترة من الخمسة للسبعة من الخمسة للسبعة أي إشي بضربه فيه رح يصير فيه لإله استخلاص يضلوا بس من الخمسة هاي يضلوا بس من الخمسة للسبعة وهسا هيك بننتقل لسيجنال جديدة حالياً هندروس السيجنال الجديد اللي هي اسمها ديراك دالتا سيجنال أو بنختصرها دائماً في الاسم دالتا الدالتا كيف بتنكتب؟ بتنكتب دالتا يعني دي مطعوجة دي مطعوجة هو أصلاً حرف مش حرف إنجليزي يعني حرف يوناني أو غلي دالتا هي عبارة عن سيجنال أصلاً قبل الدرق دالتا في عنا سيجنال صغيرة تسمى الدالتا هاي السيجنال هي عبارة عن مربع أو وفع مش مربع عبارة عن مستطيل مساحته واحد لو شو مكان ارتفاعه أو شو مكان عرضه يعني هاي المستطيل اللي بنحكي عنه لما يكون عرضه دالتا دالتا كابيتل قداش دي كون نارتفاعه عشان تكون مساحه واحد المساحه الارتفاع عن قداش دي كوم؟ دي كون واحد عدلتا عشان دالتا قداش دي كون المساحه تكون هاي المساحه كله تكداش واحد طيب دراك دالتا شو بقولك؟ قللك هذا الفنكشن عاجبني بس أنا مش عاجبني إنه كثير عريض كثير دالتا قال لك ظغر عرضه لما أنا أجي أقلل العرض شو رح يصير بالإرتفاع يطول رح يطول أو يكثر بنفس المقدار إنه هاي دلتة وهي واحد عدلتة كل ما قلت دلتة كل ما زادت واحد عدلتة كل ما زادت واحد عدلتة فظلينا نقلل لحد ما صار عندنا الدلتة دلتة تي عند الصفر قدياش قيمتها قيمتها إنفينيتي إذن تي إيكول زيرو الدلتة بتساوي إنفينيتي فصارت الرسمة بهاية الطريقة عند الصفر عندنا سهم هذا السهم بشير للواحد ليش بشير للواحد هاستي بحكي لكم عندنا سهم بشير للواحد أو مكانه واحد وارتفاعه يفترض يعني قيمته الفعلية قدياش قيمته الفعلية قيمته الفعلية إنفينيتي قيمته الفعلية إنفينيتي وبكل مكان آخر صفر يعني عرض المثلأ مش إحنا كان لنا مستطيل كان لنا مستطيل بلشنا إيش نزغر فيه نزغر فيه نزغر فيه لحد ما صار عرضه صفر لاحظوا عرضه صفر وارتفاعه إنفينيتي عرضه صفر وارتفاعه إنفينيتي فهي السيقنال مش متواجدة غير عند ت تساوي صفر موجودة هون وموجودة هون قيمتها صفر مش موجودة كقيمة دلتا دلتا فقط موجودة عند الصفر فدلتا تي بتساوي بتساوي إنفينيتي عند الصفر و Parlera في كل مكان لا يساوي الصفر كل مكان لا يساوي الصفر هاي الدلتا اللي هي فقط خط مستقيم أحد أهم أهم السيقنال الموجودة عندنا في المادة لاحظوا إنه أنا حكيت عنها سيقنال بقدر حكي عنها فانكشن يعني عادي ممكن أنا أخبطت كأنه بالقابل وكتبت يونيت ستيب فانكشن بس إحنا منحكي يونيت ستيب سيقنال دلتا سيجنل، ليش سيجنل؟ لأنه قاعدنا نتكلم عن تايم دومين، هاي بتسميها إشارة فيزيائية بتحمل معلومات حسا الدلتا، خلينا نستوعب، ليش حطت قيمتها واحد؟ لأنه ظلت مساحتها واحد، لأنه ظلت مساحتها واحد الدلتا خصائصها عظيمة، يعني كثير كثير حتفيدنا لبعدين من التعريفات اللي أنا حكيتها لحد هسا، لحد هسا من الأشياء اللي أنا حكيتها راح أقدر أسلمتج كل الخصائص اللي هسا راح أكتوها أول خاصية من خصائص الدلتا إنه مساحتها واحد صح؟ فإذاً تكامل الدلتا تكامل الدلتا من السالب انفينيتي للانفينيتي إيش دو يساوي؟ بديو يساوي المساحة المختزنة تحت الدلتا، فقديش المساحة المختزنة تحت الدلتا؟ إحنا عارفين، مساحة المختزنة تحت الدلتا واحد هذه أول خاصية، أول خاصية، طبعاً فيه شغل لازم تعرفها، لو أنا قلت المساحة المختزنة مش من سالب انفينيتي لإنفينيتي، من سالب انفينيتي للسالب أربعة، فأنا بدي المساحة تحت الدلتا من السالب انفينيتي للسالب أربعة، لهون لسه ما مرت، لسه ما مرت على المثلث أو على المربع، عفواً، لسه ما مرت على المربع، عفواً، المستطيل القصد الصغير فقدش ده تكون المساحة؟ ها تكون صفر، فلازم حدود التكامل تكون شاملة الصفر الدلتا تكون شامل صفر الدلتا. شو ليشي اللي صفر الدلتا واقف عنده؟ عند الصفر لأنها دلتا تي. شو صفر التي؟ تي. شو صفر التي؟ صفر. فلازم تكون حدود تكامل شامل الصفر عشان يكون تكامل جوابه واحد. إنه مر من المساحة اللي قاعدين نسورف عنها. مش قاعدين نسورف عن مساحة ما مريناش منها. طب شو فأتها؟ تمام. تمام تمام. هس في عنا خاصية كهير مهمة. خاصية إنه أي فونكشن. هاي خلينا حط جنبها واحد. أي فونكشن. فتي. ضربته في دلتا. تي ناقص تي نوت. ليش ناقص تي نوت؟ لأنها حالة عامة. إحنا بدنا الحالة العامة. فسا بقولكم ليش. شو رح يصير بالفونكشن؟ خلينا نستوعبها وين؟ من الرسمة. هاي عندي دلتا. شفتنا الدلتا بمقدار تي نوت. حلو؟ هاي الدلتا. عند تي نوت. وعندي فونكشن. فونكشن أي فونكشن. أي سيجنل. أفوا خليها سيجنل أحسن. أي سيجنل أحسن. أي سيجنل أحسن. أي سيجنل. مثلاً السيجنل جاي زي هيك. أي مش مهم، مش مهم سيجنل نفسه. أي ضربتها دلتا. الدلتا مش موجودة غير عند نقطة واحدة. وحلاوتها أنو الدلتا عندها النقطة ق من قيمتها؟ vacc lit. تشتركوا في القناة ممكن واحد يقوللي معناها وت 찾ليح يكونيوون الدلتا قيمتها إما نعرف دلتا قيمتها قيمتها فقيمة فلما أضربPower إذا استطيع تصفر في كل مكان سوف يكونيوون صفر 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 الأحمر على الأسود بيختفي صف في كل مكان ما عادة مكان واحد يهو عند التينوت راح أحتفظ بهاي النقطة طيب هاي النقطة إيش معناها؟ شو بتفيدني؟ أنا قاع بتعامل مع إنفينيتي يعني أنا قاع بتعامل مع إنفينيتي ضربت رقم بإنفينيتي طب ما هو صار إنفينيتي ما ضل له زي ما هو هس بدي أفكر بالإشي الثاني من دلتا صح دلتا ارتفاعها إنفينيتي لكن مساحتها واحد صح؟ مساحتها واحد فلما أضربها بفنكشن مساحتها بتبطل واحد مساحتها بتصير قيمة الفنكشن عند صفر الدلتا أول إشي منعوض يعني شوفوا أي فنكشن نضربه بدلتا شو منعوض بالفنكشن؟ صفر الدلتا فف تي شو منعوض فيها؟ فت نوت ليش فت نوت؟ شو الإشي اللي بصفر الدلتا؟ تي نوت عوض بدلتي تي نوت تي نوت ناقص تي نوت صفر فف تي نوت بيش داك تضربها؟ تضربها بدلتا تي ناقص تي نوت ولا تغيرت إشي الدلتا طيب شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي أن الدلتا نفسها بطلت مساحتها واحد صارت مساحتها أف في تي نوت يعني أنه أنا أضرب إشي بإنفينيتي مهم لأنه هذا مش بس إنفينيتي وانتهى هذا إله مساحة هذا هو دلتا فشو قيمة الفنكشن عندي التني نوت؟ بتصير هي المساحة الجديدة إلى دلتا فبطول بطول السهم بصير عند قيمة المساحة الجديدة عند قيمة المساحة الجديدة مثلا هون واحد فاصلة ثلاث اللي هو هي قيمة المساحة الجديدة إلى دلتا تمام؟ طبعاً هاي حسب الرسم اللي أنرسمها والفنكشن طبعاً الفنكشن كله بيختفي كله بيختفي جواب دلتا أي شي بتضربه بدلتا بيطلع جوابه دلتا مضروب في إيش؟ في تعويض صفر الدلتا في الفنكشن هذا أو في السيقنال هاي حلو؟ حلو إن شاء الله تكون مفهومة تكامل تكامل من سالب إنفينيتي لإنفينيتي لأي فنكشن في الدلتا تي ناقص تي نوت ايش بديتي هاي دي ساوي بدية يساوي F في التي نوت هاذا إثباتو من syllabus؟ من الإشي لفوقه شو الفوقه؟ هاي F في التي نايش ناقص تي نوت بتعطيني هاي ف في التي نوت أي هي ثابت هذا كونستنت في معنذف في لت لتدلتا تي ناقص تي نوت امسك الث في تي وطلعه برا لأنو كونستنت فبصير تكامل من سالب إنفينيتي لإنفينيتي لآي tornping لأنا بدية أعمل مساحة من السالب إنفنيتي لإنفنيتي لازم تمر على التينوت أكيد يعني أنت تuesto هكذا تحكي من السالب إنفنيت إلى إنفنيتي فأكيد مرت من التينوت فقديش المساحة اللي مرت عليها فقط واحد طيب واحد ممكن يقول لي يا بشار من تتوق حكيت إنه المساحة صارت F في التينوت آه أنا بحكي جواب تكامل تكامل الدلتل حالها Яعطيني واحد بس جواب المساحة كامل لكل هاي كديش أعطاني F في التينوت اللي هي المساحة الجديدة طيب 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 هاي طبعا بنسميها هاي البروبرتي بنسميها سيفتنغي بروبرتي سيفتنغي بروبرتي اسألوا يوم انا منجي دخل هسا هسا شو عنا عنا خاصية ثانية للدالتا خاصية رقم 4 طبعا شوي خلينا نعمل مزمز على هالنقطة دالتا تي ناقص تي نوت لو انا كاملت دالتا تي ناقص تي نوت من صفر لقبل تي نوت أو عفوا من سالب انفنيتي لقبل التينوت هل هيعطي جواب واحد للدلتا لحال لا ما هيعطي هيعطيني صفر لو كاملت من الصفر للخمسة بس الخمسة أعلى من التينوت قديش رح يكون جواب التكامل واحد لأنه أنا شو المساحة اللي مرت عليها المساحة اللي مرت عليها هي مساحة دلتا اللي هي واحد الخصية الرابعة عبارة عن خصية بالترانسفورميشنز اللي هي دلتا اي تي زائد بي دلتا كثيرة بتشبه اليوب بناحية انه ايش انه الدلتا يعني ما فيهاش غير نقطة تحول واحد عند التينوت فبالنهاية رح تصير تي زائد بي على ايه لكن فيها نقطة مش كويسة أن لم أضرب ايشي في ايه عفوا لما أضرب الـ time في رقم بعمل له الـ scale شو يعني بعمل الـ scale؟ يعني قاعد بكبره قاعد بكبر الدلتا احنا عنا شرط الدلتا ممنوع تكون مساحتها غير واحد ضربت الـ time بثنين بعشرة بمليون بايه؟ بدي أبضل مساحتها واحد فزي ما كبرت مساحتها بدي أصغر مساحتها واحد على ايه؟ أنا لما أضرب المساحة وبكبر المساحة لازم أقسم على ايه عشان أصغر المساحة فهاي هي نقطة كثير مهمة إنه مش فقط ضلت زي هيك لا برضو بدك تقسم عشان تحافظ على إنه الدلتا هاي الدلتا لازم تكون مساحتها واحد ما بصير إنه هاي الدلتا تكون مساحتها أكثر من واحد ما بصير تكون هاي الدلتا مساحتها أكبر من واحد قديش لنا؟ تمام آخر خاصية يعني هاي شوي خاصية ملعوزة خاصية خمسة بيقولك تكامل من سالب انفينيتي للتي للدلتة تي إيش بيساوي؟ خليني أثبتلكم إياها بدون ما أحكلكم شو بتساوي أثبتلكم إياها أنا من عندي إثبات الرسمة خليني نرسمها وين الدلتة؟ هاي الدلتة عند الواحد حلو؟ وبتدلع إنها مساحة أواحد هذا التكامل تكامل جرار حلو الاسم شو يعني تكامل جرار؟ يعني من سالب انفينيتي للتي يعني التي بتتغير لما تكون تي خمسة بيكون لتكامل جواب لما تكون تي ستة بيكون لتكامل جواب إنه بكامل من سالب انفينيتي للستة من سالب انفينيتي للخمسة من سالب انفينيتي للمليون وهكذا فإحنا خلينا نبلش نتحرك إحنا مع الرسمة نتحرك ونحط جواب للتكامل حلو؟ حلو يعني قبل الصفر في دلتا ما فيش دلتا ما في مساحة أصلا فأنا قاعد بمشي من سالب سالب خمس سالب يعني جواب التكامل صفر 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 ما في مساحة ما عندنا مساحة بالمرة ما عندنا مساحة بالمرة فجأة وصلت عند الثالثة وصلت عند الصفر شو المساحة اللي شفتها أنا قعب بتعامل مع التكامل قعب بجره من سالب إنفينتي إلى إنفينتي فوصلت عند إيش وصلت عند الصفر شو المساحة اللي شفتها مساحة اللي شفتها واحد فصارت جواب المساحة واحد طبعا أنا لاحظوا أني قاعب برسم التكامل قاعب برسم التكامل تخيلوا ليش برسم التكامل التكامل جوابه رقم هس التكامل جوابه رقم بس هذا التكامل حده T فهو function بقدر أرسمه فصارت المساحة عفوا هون المساحة صارت واحد طيب مشيت عن الدلتا شو المساحة اللي شفتها من السالب انفنيتي لنقطة بعد الدلتا هي نفس الدلتا لو شو ما أمشي شو ما أمشي شو ما أمشي أنا ما رح أشوف غير الدلتا اللي شفتها قبل شوي فراح المساحة بعد ما أعدل صفر تضلها واحد هذا الفنكشن اللي هو قيمته صفر 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 وعند الصفر صارت قيمته واحد واحد ضل الواحد هذا شو هذا الفنكشن أو شو هاي السيجنال إن شاء الله تكونوا حذرتوها بالضبط هي عبارة عن unit step signal unit step function فتكامل الدلتا هو unit step ومشتقة unit step هي دلتا هاي خلص هاي خاصية يعني هاي خاصية نهائية لاحظوا المشتقة مشتقة هاي المنطقة صفر مشتقة هاي المنطقة صفر مشتقة هاي الـ indefinite يعني شو الميل تبع هاي infinity فبتعطيني فعلا دلتا مشتقة u فعلا بتعطيني دلتا فعلا بتعطيني دلتا حسنا بنطبق الخصائص هاي على أمثلة على أمثلة منحلها تمام بسم الله بسم الله بواي كان برين بسم الله شو الله يكون الصوت لساته موجود تمام بدنا نرسم بدنا نرسم أول شي ده أرسم من 2 في إيقوا بوينت 2 ضرب دلتا تي نقص 3 حلو؟ تمام أول الشو بدك تسوي أي شي باضروبه بدلتا شو بده يصير فيه بده أعوض فيه صفر الدلتا هاي خلص احفظوها زي اسمكم شوف الدلتا مضروبة باشي قبل ما تحق شعر راسك بدك ايش تكتعوض صفر الدلتا شو الرقم اللي بيشكل صفر الدلتا هون شو اللي ايش اللي بيخلي الدلتا صفر اللي جواها عفون صفر يعني اللي هو ايش تي بتساوي ثلاث بدكتصير السؤال اثنين في قوة صفر فاصلة ستة في دلتا تي ناقص ثلاث حلو حلو كثير هذا رقم يعني ما نجيبه من الا PL الحاسبة بدكتصير قيمته بالالة الحاسبة مثلا قديش بطلع, هو بطلع مساحة الدلتا اثنين في قوة بوينت ستة بطلع الجواب ثلاثة فاصلة ستة أربعة فهو عبارة عن ثلاثة فاصلة ستة أربعة في الدلتا تي ناقص ثلاث فلما اجي ارسم عند الثلاث او الثلاث عند الثلاث رح ارسم سهم بيمثل الدلتا قديش المساحة هون هو الامبليتو التابعة الدلتا اللي هي ثلاثة فاصلة ثلاثة فاصلة ستة أربعة طب أحب ممكن يقولي يا أخي وين راح كل الإكسبونانشل ما كان في عندي فنين يعني عندي إكسبونانشل هي قيمته وين راح كل هذا اختفى أنا ضربته بصفار يعني هون في صفر هون في صفر اختفى الفنكشن هذا ما ضلش عندي غير إيش غير الدلتا ما ضلش عندي غير الدلتا بس هاي الدلتا شو مالها كبرت كانت صغيرة وكبرت وصارت أكبر تكامل من سالب إنفينيتي لإنفينيتي إكسبونانشل معين مضروف في دلتا تي ناقص واحد شو لازم نعمله بنعوض في الإكسبونانشل أو أي شي مضروب أي شي مضروب في الدلتا شو بنعوض فيه صفر الدلتا شو صفر الدلتا واحد راح يصير التكامل من سالب إنفينيتي لإنفينيتي في اثنين في إكسبونانشل أربع ناقص ثلاثة في واحد في الدلتا نفسها في دي تي إي عفوا إثنين في إي قوة أربع ناقص ثلاثة يعني إي قوة واحد هاي ثابت وهاي ثابت بطلع بره التكامل بتصير إثنين في إي قوة واحد في تكامل الدلتا من السالب إنفينيتي لإنفينيتي اللي هي مساحة الدلتا وشو مساحة الدلتا؟ ما في إثنين بيختلفوا عن مساحتها واحد والجواب إثنين في إي والجواب إثنين في إي حلو 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 كثير ننتقل على السؤال اللي بعده يعني الدلتا إحنا كثرنا شوي من الأسية عليها لأنه إيش كثير مهم؟ بفي طلاب الكهرباء طلاب الكنترول طلاب الشبكات اللي هم الله تمام يعني ما تجد السيقنال حسب تصوري يمكن ما بتفيد طلاب الشبكات كثيرة بس بتفيدنا إحنا كطلاب كهرباء جدا جدا يعني هي أساس علم الكهرباء باوروز وباوروز صلاتك قائم عليها هس بنا نعمل تكامل هس بصير أعود صفر الدلتا بصير أعود صفر الدلتا قبل ما أطبق قاعدة إنه والله صار فيه ترانسفورميشن لا ما بصير لازم بالأول أطبق قاعدة إنه فيه ترانسفورميشن هون وشو هاي بتكافئ بالدلتا العادي لأنه هاي الدلتا اللي عندي هاي مساحتها مش واحد هذا غلط لازم نخليها مساحتها واحد ما بصير فراح تصير عندي كالتالي يهي تكامل من سالب انفينيتي لا انفينيتي في اثنين اي اربعة ناقص ثلاثة تي دلتا التي زائد خمسة لاحظ إنه قسمتها اثنين قسمتها اثنين وكله أقسمها اثنين في دي تي الثنين بتروح مع الاثنين بعوض شو صفر الدلتا هسه صفر الدلتا سالب سالب خمسة صفر الدلتا سالب خمسة بعوض هون سالب خمسة وبتطلع اي قوة 4 ناقص ناقص خمسة في ثلاثة بتطلع لبرة اللي هي بتصير اي قوة 4 زائد خمسة عشر اللي هي اي قوة 19 في تكامل من سالب انفينيتي لا انفينيتي في الدلتا اللي هو واحد فراح يطلع الجواب زي هيك رح يطلع الجواب زي هيك صفر الدلتا بتعوض ايه يخبط وعوض على طول صفر الدلتا اللي هو salary حيطلع برضو ناقص خمسة رح يطلع ناقص خمسة رح شو رح يطلع معه المشكلة رح يطلع انو مساحة الدلتا هاي المساحة الدلتا هاي عفوون مش واحد هاي مساحة تاقياش اثنين فرح يطلع الجواب اثنين معه يعني لا عافوان ما هو اللي رح يطلع معوا؟ مساحة هاي الدلتة ما رح تشطبي يعني ما رح تشطبي الاثنين اللي هون يعني لازم تطبق القعدة من البداية لا ضرب باثنين تقل المساحة للنص بالظبط لما أنا ضرب باثنين أنا بعمل تقوم بكاتل فالمساحة بتقل للنصف مساحة بتقيل للنصف فراحة مش مهم بما انه منعرف نعمل الحسابات وفاهمين الموضوع فاهمين الموضوع هذا مش عارف انا ليش حطيت كل هالأسلة بس يعني اشي اشي مفيد عندي فانكشن ها XT قلتلك اوجدلي تكامل من سالب 4 XT زائد واحد في دلتا T فشو بتقولي اي اشي بضربه في دلتا بعوض فيه صفر الدلتا شو صفر الدلتا؟ صفر فXT زائد واحد المعوض فيها صفر بتصير ايش؟ بتصير X الصفر او X الواحد X الصفر زائد واحد ايشي مهم نرد نذكر فيه نرد نعيد ونزيد اللي هو ايش اللي هو انه من سالب 4 على 4 هل بيشمل صفر الدلتا؟ بيشمل صفر الدلتا الايشي صح طيب شو X الواحد؟ تيجي هون ها X الواحد اذا X الصفر صفر واذا X الاثنين واحد وهذا خط مستقيم فايشي طبيعية تكون هم تقدر تجيبوها من معادلة الخط المستقيم انه X الواحد ايش تساوي نص X الواحد تساوي تساوي نص طيب X الت في دلتا تي ناقص واحد على اثنين هل بيصير اشتغل على الدلتا زي ما هي؟ ما بصير بدي اعمل ترانسفورميشن بدي اعمل ترانسفورميشن فهي عندي الدلتا عبارة عن ايش؟ عبارة عن دلتا تي على اثنين ناقص نص حللتها ايش بتصير هاي الدلتا؟ بتصير اثنين دلتا الايش؟ التي ناقص واحد حلو؟ اثنين دلتا تي ناقص واحد فبتصير هون تكامل اثنين تكامل التكامل 2.تماقص واحد في X الت من سالب اربع على اربع شو سفر الدلتا خانم ثنين دلتا التي ناقص واحد دي تي شو سفر الدلتا واحد هل سالب اربع على الاربع بتمر 마س بالواحد اي نعم Mling فاذا تكامل بالواحد التكامل راح يكون تاعد دلتا واحد ومنعوض صفر الدلتا هون فرح يصير التكامل 2x 2x الواحد 2x الواحد شو يعني؟ يعني 2 في نص محتى ما وجدناها يعني 1 أخر مثال اللي هو اللي هو فيه ترانسفورميشن هون شو الدلتا هاي راح تصير الدلتا هاي راح تصير دلتا T ناقص ناقص 2 على على 2 مطلق إحنا حكينا سالب 2 مطلق يعني على 2 طرح يصير جواب نص x شو صفر الدلتا طبعا هسا T ناقص 2 هل سالب 4 بتشملها؟ بتشملها الحمد لله الحمد لله داما شاملتها السالب 4 لل4 شو بتشملها إذن فالتكامل راح يساوي لها قيمتها واحد اللي هي هاي عفوا اللي هي نص نص شو صفر الدلتا؟ 2 بنعوض 2 إكس ال 2 شو إكس ال 2 واحد اللي هي هاتساوي نص اللي هي هاتساوي نص اللي هي هاتساوي نص إن شاء الله الأمور هيكة يعني تقريبا شاملي جدا للدلتا و المترجم للقناة قيمة واحد من من هاي النقطة اللي هي سالب T على 2 لا T على 2 خلينا نقرأ الريكت طبعاً بلس مستطيلة ركت T على T ركت T على T طبعاً إحنا نعود T طب شو T كابتل هو عرض عرض البلس عرض البلس دائماً هاي السيقنال تتمركز حوالي حوالي الصفر عرضها T معناها في بعد الصفر T على 2 وقبل الصفر T على 2 اللي هي بتبلش من سالب T على 2 ل T على 2 فيعني هاي الركت يعني هاي قيمتها دائماً زي هيك اللي هي ركت T على T كابتل اللي هي من اللي هي قيمتها 1 فقط عندما إيش عندما T بتكون بين اللي T على 2 اللي T على 2 T أكبر T أقل يعني T أكبر من سالب T على 2 يعني T على 2 يعني T أكبر من سالب T على 2 يعني T أكبر من T على 2 راح يكون الجواب صفر مافي مافي قيم يعني إحنا هسا صارت عنا فكرة إنه لو أنا بدي أوجد فترة فترة من يعني من سالب إشي لموجب إشي بدل ما أوجدها من ال U أضرب U في U U سالبة في U موجبة أو أطرح U من U بدل ما أعمل هال هالعجق أقول كل هاته شو أسوي أمسك ال RICT وأطبق أمسك ال RICT وأطبق يعني مثلاً RICT RICT T على 5 شو راح تعطيني مستطيل من 2.5 للسالب 2.5 والقيمة 1 طيب مثال آخر أمسك ال RICT أمسك ال RICT قوة ناقص عشرة T RICT T على 2 راح تكون عندي من السالب 1 لل 1 راح أضرب RICT في ال RICT ما راح يصير؟ راح يصير إنه يتصفر في كل مكان معده فترة RICT يعني ال RICT راح يتصفر في كل مكان معده فترة RICT وبالتالي راح يصير كالتالي يعني هذا الإشي المتوقعين أصلاً من فهمنا لعملية الفترة بال U لما عملنا فترات بال U كان يصير معنا هذا الحكي آخر إشي ممكن يعني نشمله بال RICT طبعاً إحنا خلص بس خلصنا الدلتا وبس خلصنا ال U يعني خلص ال FUNCTIONS الجايين ال FUNCTIONS سهلين أو نوعاً ما ما فيهم ال CONSEPT العظيم اخر اي شي بدي احكي انه الريكت لو حكيت الريكت التي ناقص تي نوت على تي كابيتل ولا فرق اي شي التي كابيتل بتمثل عرض عرض الريكتانجولر بلس بس الفرق انه بدل ما يكون منتصفها الزيرو بصير منتصفها التي نوت بصير منتصفها التي نوت بتنزاح يمين شمال يعني بتصير زي هيك مثلا زي هيك على سبيل مثال هاي تي نوت هاي تي على اثنين زدنا لها تي نوت وهي سالب تي على اثنين زدنا لها تي نوت يعني لاحظ كل هذا زدنا تي نوت لما عمل ناقص تي نوت نفس نفس عمليات الشفت اللي بنعرفها دايما نفس عمليات الشفت اللي بنعملها و بنعرفها دايما ممكن.. هذا شيء مهم.. أو مش يعني.. ممكن أجيب الريكت من يو صح؟ يعني هاي.. مش هذا الشكل بنجاب من يو.. بنجاب من يو.. خلينا أكتب معادلة من المعادلات اللي ممكن أجيب هاي الريكت وفي معادلة الثانية.. معادلة الضرب.. أنا بدي حط معادلة الطرح.. أنتو جيبوا معادلة الضرب كيف دا أجيب هاي الريكت من اليو؟ فبتيجي قول لي الريكت.. ركتد T على T كابتال إيش دهتساوي؟ بدهتساوي U بس ال-U اللي بتبلش من السالة بتاع 2 يعني U T زائد تاع 2 ناقص U هاي ال-U اللي زي هيك ناقص U اللي زي هيك ماهن هيك حكينا بتصير هون صفر ناقص صفر وهون واحد ناقص واحد كلهم بعتوا صفار وتظل هون واحد ناقص صفر تعطيني هاي البلس اللي هي U of T ناقص T على 2 U of T ناقص T على 2 ممكن تسويها بالضرب بس بالضرب بدك تعمل إيش؟ اللي هي جاي من هون هي عبارة عن سالة T زائد T على 2 هيك كنا نعملها هي كنا نعملها تمام؟ مواضحة؟ مواضحة تمام هاي هي الركت هاي هي الركت وظيفتها نفس وظيفت إيش؟ وظيفت؟ نفس وظيفت ال U طبعا ممكن هاي معلومة مبكرة ممكن لكن الركت وال U لما يدخلوا على التكامل بيروحوا بيختفوا بس بيخلوا التكامل بناء على حدودهم بيخلوا التكامل بناء على حدودهم حنشوف المعلومة لما نحتاجها إن شاء الله إن شاء الله هس لدينا السيغنم شو يعني السيغنم؟ أو الساين؟ هي بتنحكى الساين يعني في ناس بحكوها ساين بس مش ساين المقصود فيها ساينوسويدل إنه الساين ساين وكوساين لا الساين المقصود فيها إيش؟ الإشارة الإشارة السيغنم هي سيغنم بتدل على الإشارة شو يعني بدل على الإشارة؟ إلخلت عليها إشارة موجبة موجبة مش بتعطيني؟ موجبة موجبة أشارة سالبة אية ش السالبة deficiencyılı resource خلص النبت عليها الساحر أقل من السافر فلما ت tests المدخل يعني T سالبة بطلع السيجنم جوابها سالب واحد لما T صفر بطلع السيجنم جوابها صفر ولما T أكبر من واحد يعني T موجبة بطلع الجواب واحد كيف رسمة السيجنم؟ هيك رسمة السيجنم هاي هنا واحد وهي هنا سالب واحد وهي هنا واحد وهي هنا سالب سالب واحد ممتاز أنا شايفه ممتاز يعني السيجنم شغل عليها أقل بس هتفيدنا كهير وين بمادة السكن لاحظوا أنه السيجنم بسموها عود سيجنل عود سيجنل عود ليش عود؟ شو قانون العود؟ حندرسه بعدين بس قانون العود بقولك XT بده تساوي ناقص X-T فلو أنا عود X الواحد بطلع واحد لو عود X السالب واحد بطلع سالب واحد لأنه أقل من واحد بطلع سالب واحد بطلع واحد فهو فعلاًуд إذا حققها المعادلة هوU parfois فهو السيجنم Limited السيجنم ممكن ترى تيجي من الU ممكن تيجي من الU كيف يقولك ممكن تيجي من الU؟ قل لك أنا عندي يو زي هيك، وأنا عندي يو لفوق هيك هاي اليو ناقص هاي اليو راح تعطيني السيقنم كيف؟ اليو الأولى اليو الأولى اللي هو اليو اللي زي هيك جاي واليو الثاني اللي هي جاي زي هيك نمسو متقطع عشان نفرقها بين بعض بدنا نوجد لها إيش؟ حاصل الطرح، حاصل طرح هاي ناقص هاي فخلي نشوف، حاصل طرحهم بالبداية، هاي كانت هون صفر، وكانت هاي قديش؟ واحد فصفر ناقص واحد، راح تعطيني سالب واحد، سالب واحد، سالب واحد، سالب واحد، سالب واحد بعدين توصل لمرحلة إيش؟ إنه هاي واحد، وهاي صفر، راح يطلع الجواب واحد، اللي هي نفسها تمثيل السيقنم، هاي نفسها السيقنم، هاي نفسها السيقنم، وهي خلصنا رابع سيقنل أساسية، اللي هي السيقنم السيقنم، اللي بعدها هي أربعة سيقنم متشكلين مع بعض يعني إنه كيف بدأ حكين؟ متحالفين، اسمهم الكومبلكس كومبلكس كومبلكس إكسبونانشال سيقنم، شي يعني كومبلكس إكسبونانشال سيقنم؟ يعني عندي exponential E جواته complex شو يعني complex؟ complex مو معناته imaginary ولا معناته real معناته real و imaginary بنفس الوقت معناته real imaginary بنفس الوقت هاي real وهاي imaginary بنفس الوقت وضروبي in bt فأول حالة من حالاتهم بقولك real exponential لما تكون ω بتساوي صفر هي ω ساوت صفر فرح يعطيني function ft او signal رح تساوي e to the a t معروف هذا يعني هاي signal يعني لا تخفي على أحد جاي زي هيك لو كانت ايه موجبة وجاي زي هيك لو كانت ايه سالبة يعني هاي signal مشهورة جدا حتى حلينا كثير عليها لأنه رسل ما كنا نعرف بالسيجنال زي كثار خلينا نطع ال dc لا ولا خلينا نحكونا هسا في حالة كان مش الأوميغا الصفر في حالة كانت الايه تساوي صفر في حالة الايه كانت تساوي صفر فشو اللي راح يكون عندي راح يكون عندي تساوي تساوي جا جا تساوي تساوي وحسن بلعادة يا هذا يا هذا ايه من مثل اليماجينري يا من مثل الريال فاحنا منقدر نجيب السينوسويدالز من هاذ الفنكشن عن طريق تصفير الـ A الـ DC بصفر الـ A والـ Oميجا راح تصير A إلى الوزنة 0 T حسب الرقم المضروب يعني اذا لو كان مضروب A راح يكون الجواب A تمام راح يكون الجواب A راح يكون الجواب A ورح تطلع الـ DC راح تطلع الـ DC offset شو يعني دي سي obsolت؟ يعني اذا كانت مجمع على اي شي ترفع كل السيجنال لفوق او تنزل كل السيجنال لتحت لانه واضح انه هاي مش من الصفر لرقم لا لا من ثبتين انفينتي يالها رقم دي سي والها قيمة دي سي آخر واحدة هاي أبون شفتوها في شفتوها في المترجم للقناة 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 إيبن؟ آه نعم إيبن نعم إيبن فإذا بمعن هاي إيبن ف يعني حلي صحيح يعني نوعا ما أنا متحقق بنحلي هاي إيبن فعلا هسا بالنسبة للإكس الأود نفس الإشي بس بدل ما أحكي زائد بحكي ناقص يعني بدل هاي الزائد بحكي ناقص فهي بتصير إكس التي ناقص إكس الماينس تي ومنها ومنها إيش بصير تطرح واحد ناقص صفر واحد صفر صفر ناقص صفر 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 ساتح بدا تتحقق ياخي مش منطق يعني انه امش عن جواب دو ما اتأكد هل هذا اود؟ فعلا اود؟ يعني هاي عبارة عن ايش؟ عبارة عن اود سيجنال ليش؟ لانه اللي هون سالبه موجود هون يعني هون قيمته واحد هون قيمته سالب احنا هيك بنكون خلصنا خلصنا شرح السيجنالز حاليا بدنا نخش بشرح السيجنالز يعني احنا بمادة الفيس نشرح سيجنالز و سيجنالز السيجنالز سهلين يعني السيجنالز مش اشي صعب بالعكس اشي سهل يمكن طلاب بحبوش الكمولوشن او بحبوش اللي هو بحبوش ال LTI لكن احنا ان شاء الله ان شاء الله تتبسط امورهم بالفيديوهات الحن شرحها ان شاء الله يعني وتلاقوها اشي مستساغ ومفهوم ويعطيكو الف عافية يا رب وان شاء الله ان شاء الله حصلت على الفائد الكبرى يعني اي اخطاء راجعوني فيها والاخطاء اشي محتمل وراجعوني فيها عشان ننشر على القليل او نحط في وصف الفيديو على اليوتيوب فقط لهدف انه ما يقع فيها بعض الناس وممكن يعني يتيجي في الامتحان ويلخبطوا فيها ويعطيكو الفعج شكرا اشتركوا في القناة